أريد أن أشكر القيادة قيادة شرطة نيويورك لما قاموا به ويجب علينا أن نقر بالتهديدات ونذللها أنا والمفوض بطبيعة الحال اتخذنا قرارا لتعزيز المعدات لنوفرها لضباطنا في جميع أرجاء الواتف التحدي الأمريكية الناس ينتبههم قلق بسبب الاعتداءات التي تستهدف الضباط إن استهداف أي ضابط هو استهداف لنا جميعا هذا ما أقوله ويجب علينا أن نتخذ التدابير جميعها لكي نحمي ضباطنا يجب أن نوفر لهم التكنولوجيا الحديثة وبسبب نقمة تفشي الأسلحة يجب أن نقوم بهذا الجهد ويجب أن نتخذ هذا القرار إن شرطة نيورك فاعلة ولديها الموارد ونشكر البلدية لدعمها وبطبيعة الحال سوف نتخذ إجراءات سريعة لحماية ضباطنا طبعا استذكرنا ما جرى في الواتف التحدي الأمريكية في تايم سكوير في الأربعاء واستذكرنا أيضا التهديدات التي تتعرض لها ضباط الشرطة وأطلب من قاطنين نيويورك أن يفكروا في هذين الضابطين عندما ألقي شيء إلى سيارتهم كان يمكن أن يكون قنبلة أو شيئا حارقا فكروا في مهليتهم وفكروا في ما كانوا يفكرون فيه وإن ردتهم إن ردت فعلهم كانت مرتبطة بالاستمرار بقيادة السيارة وهم آثروا فعل ذلك وردوا أن يحموا المارة وهذا بطبيعة الحال مرتبط بتحليهم بالشجاعة المميزة يجب أن نوفر لضباطنا المعدات الكافية لنحميهم نحن نعلم الآن أنه بحمد الله الشيء الذي ألقي فيه السيارة لم يكن قنبلة ولكنه كان خدعة وبحمد الله ضباطنا نجوا من تلك الفعلة وأعتقد أن قاطنين نيويورك يجب أن يكونوا ممتنين جميعا لهذا الإيثار وأريد أن أطلب من الرقيب حميد أرماني يأتي إلى المنصة أحسنت أبليت بالآن حسنا أيها الرقيب ثماني فاصل خمسة مليون من قاطني نيويورك يريدون أن يصافع هذا الرجل أعتقد أنهم يريدون أن يفعل ذلك شكرا لك سأسرد القصة الرقيب أماني قام بعمل استثائي هو موظف وهو أيضا مهاجر من أفغانستان وقد اختير لقي يخدم وطنه الجديد كعنصر في قيادة أو عنصر في شرطة نيويورك ولديه طفلة رضيعة وهو مطلق ولكنه وضع حياته على المحك لكي يحمي جميع نيويوركيين هنا فكروا في ما كان يفكر فيه فكروا في القرار الذي اتخذه عندما استمر في قيادة السيارة هو وزميله وأريد أن أشكره أريد أن أشكر أيضا سبولسكي زميلك الذي لم يكن باستطاعت أن يأتي هنا لأنه في عطلة أعتقد أنك أيضا خليق أنت وبولوسكي في عطلة وبطبع الحال أنتم تجعلون نيويورك وهذه المدينة فخورة بكم شكرا لك اسمي أرماني وأنا أعمل في دائرة شرطة نيويورك لعشر سنوات خلت منذ أيام قليلة في أشارح السادس والأربعون في برودوي كنت أقود السيارة مع سبولسكي زميلي الضابط وفي الساعة الحديثة عشر ونصف في الليل أتت السيارة وألقت بشيء إلى داخل سيارتنا وسيد سبولسكي قال هذه قنبلة سيدي بدأنا بتشغيل جرس الإنذار ونظرت من حوالي وكان ثمة آلاف وألاف من الناس في ذلك الشارع إذن كان لدي خيارين أن أغادر الفان وأتصل بفرقة نزع القنابل أو ربما أنا أقود السيارة وأستمر في قيدتها لكي أنقذ آلاف الأرواح ومتبعت حالي اتخذت قرارا وقلت أنه لا أستطيع أن أكون عنانيا لا أستطيع أن أغادر المركبة يتعين علينا نقوب بما يجب القيام به إذن استمرت في القيادة إلى ساوثبان ومن ثم إيسبان وشارع السابس والأربعون وبينما وصلت إلى منطقة يتمشى فيها بعض أنها سفقت منطقة هادئة طبعا خلال الرحلة فكرت في بنتي في طفلتي وكنت أطلب من الله أنه إذا ما انفجرت القنبلة أرجو من الله أن يكون موتي رحيما من دون آلام إذن وصلت إلى الزاوية في سيكس آفينيو ورأيت بعض الناس توقفت وطلبت من بورونسكي أن يغادر الفان وذهبت إلى الجهة الأخرى من الشارع لكي أدون مواصفات السيارة التي ألقت بهذا الشيء نحن عادة لا نستخدم اللاسلكي لأن اللاسلكي يمكن أن يؤثر على الفتيل لكي تنفجر القنبلة إذن كانت عينا فعل ما فعلته وأي شرطين آخر في المكاني كان يمكن أن يقوم بذاتي الشيء أنا كرقيب وكضابط وكأفغاني وكمسلم وكإنسان كانت عين علي ما قمت به أن أقود السيارة وأن أوثر نفسي وإذا ما غادرت ذلك الفان كان من الممكن أن أشعر بالأنانية لأن آلافا من الناس ربما كانوا سيتعرضون للخطر إذن أحمد الله لأن شريكي آمنا ومطبعة الحال شريكي كان شابا أنا لم أقلق بشأن نفسي ولكن قلقت بشأنه ولكن أنا وعدت طفلتي أنني سأعود فيها الليل هذا ما كنت أفكر فيه ولم أريد أن أنكث الوعي ولكنها ستكون فخورة بي أحمد الله أن كل شيء كان على ما يرام وأنا أشكر الله على ذلك